السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي قناة تاريخ فيه عبر أرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أستكمل معكم ما بدأناه من سلسلة التتار من البداية إلى النهاية كنا قد وصلنا معكم في الحلقة السابقة إلى بدء مفاوضات الهزيمة والانكسار وهنا احتاج الخليفة لبعض الوقت للتفكير فالقرار صعب جدا ويحتاج إلى الاستشارة وقد يستخير لكن على الناحية الأخرى فإن هلاكو ليس عنده وقت يضيعه لأن الجيوش التتارية الرابضة حول بغداد تتكلف كل يوم آلاف الدنانير والحصار في شهر محرم سنة 656 هجرية وهذا يوافق شهر يناير من سنة 1258 ميلادية والجو شديد البرودة هذا فوق أنه يتشوق لرؤية بغداد الجميلة من الداخل لم ينتظر هلاكو وقتا طويلة ولم يعطي لصديقه الخليفة ما يريده من الوقت للتفكير المتعمق ولكنه قرر أن يجبره على سرعة التفكير وذلك عن طريق بدء إطلاق القذائف النارية والحجرية على بغداد مستخدما في ذلك أحدث التقنيات العسكرية في ذلك الزمان وبدأ القصف التدري المروع لأسوار وحصون وقصور وديار بغداد وبدأت المدينة الآمنة تروع للمرة الأولى تقريبا في تاريخها بدأ القصف التدري في الأول من صفر سنة 656 هجرية واستمر أربعة أيام متصلة ولم تكن هناك مقاومة تذكر ويذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية موقفا بسيطا عن شدة القصف ولكنه حمل معاني أخرى كثيرة يقول ابن كثير وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبار من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وكانت من جملة حضاياه وكانت تسمى عرفة جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب إذا أرد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة وظلت تتار على قصفه مدة أربعة أيام من أول صفر إلى الرابع منه سنة 656 هجرية وفي اليوم الرابع من صفر بدأت الأسوار الشرقية انهار مع انهار الأسوار الشرقية انهار الخليفة تماما لقد بقيت لحظات قليلة جدا في العمر هنا لجأ الخليفة إلى صديقه الخائن مؤيد الدين العلقمي وسأله ماذا يفعل وأشر عليه الوزير أن يخرج لمقابلة هولاكو بنفسه لكي يجري معه المفاوضات وذهبت الرسل إلى هولاكو تخبره بقدوم الخليفة فأمر هولاكو أن يأتي الخليفة ولكن ليس وحده بل عليه أن يأتي معه بكبار رجال دولته ووزرائه وفقهاء المدينة وعلماء الإسلام وأمراء الناس والأعيان حتى يحضروا جميع المفاوضات وبذلك تصبح المفاوضات كما يزعم هولاكو ملزمة للجميع ولم يكن أمام الخليفة الضعيف أي رأي آخر وجمع الخليفة كبار قومه وخرج بنفسه في وفد مهيب إلى خيمة هولاكو خارج الأسوار الشرقية لبغداد خرج وقد تحجرت الدموع في عينيه وتجمدت الدماء في عروقه وتسارعت ضربات قلبه وتلاحقت أنفاسه لقد خرج الخليفة ذليلا وهو الذي كان يستقبل في قصره وفود الأمراء والملوك وكان أجداده الأقدمون يقودون الدنيا من تلك الدر التي خرج منها الخليفة الآن وكان الوفد كبيرا يضم سبعمائة من أكابر بغداد وكان فيه بالطبع وزيره مؤيد الدين العلقمي واقترب الوفد من خيمة هولاكو ولكن قبل الدخول على زعيم التتر اعترض الوفد فرقة من الحرس الملكي التتري ولم يسمحوا لكل الوفد بالدخول على هولاكو بل قالوا إن الخليفة سيدخل ومعه سابعة عشر رجلا فقط أما الباقون فسيقضعون كما يقول الحرس للتفتيش الدقيق ودخل الخليفة ومعه رجاله وحجب عنه بقية الوفد ولكنهم لم يقضعوا لتفتيش أو غيره بل أخذوا جميعا للقتل قتل الوفد بكامله إلا الخليفة والذين كانوا معه قتل كبراء القوم ووزراء الخلافة وأعيان البلد وأصحاب الرأي وفقهاء وعلماء الخلافة العباسية ولم يقتل الخليفة لأن هولاكو كان يريد استخدامه في أشياء أخرى وبدأ هولاكو يصدر الأوامر في عنف وتكبر واكتشف الخليفة أن وفده قد قتل بكامله لقد اكتشف الخليفة أن التتار وأمثالهم لا عهد لهم ولا أمان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة واكتشف أيضا أن الحق لا بد له من قوة تحميه فإن تركت حقك دون حماية فلا تلومن إلا نفسك لكن وللأسف جاء هذا الاكتشاف متأخرا جدا وبدأت الأوامر الصارمة تخرج من السفاح هولاكو على الخليفة أن يصدر أوامره لأهل بغداد بإلقاء أي سلاح والامتنع عن أي مقاومة وقد كان ذلك أمرا سهلا لأن معظم سكان المدينة لا يستطيعون حمل السلاح ولا يرغبون في ذلك أصلا يقيد الخليفة المسلم ويساق إلى المدينة يرسف في أغلاله وذلك لكي يدل التتار على كنز العباسيين وعلى أماكن الذهب والفضة والتحى في الثمينة وكل ما له قيمة نفيسة في قصور الخلافة وفي بيت المال يتم قتل ولدي الخليفة أمام عينيه فقتل الولد الأكبر أحمد أبو العباس وكذلك قتل الولد الأوسط عبد الرحمن أبو الفضائل ويتم أسر الثالث مبارك أبو المناقب كما يتم أسر أخوات الخليفة الثلاث فاطمة وخديجة ومريم أن يستدعى من بغداد بعض الرجال بعينهم وهؤلاء هم الرجال الذين ذكر ابن العلقمي أسماءهم لهلاكو وكانوا من علماء السنة وكان ابن العلقمي يكن لهم كراهية شديدة وبالفعل تم استدعاءهم جميعا فكان الرجل منهم يخرج من بيته ومعه أولاده ونساءه فيذهب إلى مكان خارج بغداد عينه التتار بجوار المقابر فيقتل العالم وتأخذ نساءه وأولاده إما للسابي أو للقتل لقد كان الأمر مأساة بكل المقاييس قتل على هذه الصورة أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي العالم الإسلامي المعروف وكذلك أولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وكذلك المجاهد مجاهد الدين أيبك وزميله سليمان شاه الذي نقاد الدعوة إلى الجهاد في بغداد وكذلك شيخ الشيوخ ومؤد بالخليفة مربيه صدر الدين علي بن النيار ثم بعد ذلك هؤلاء خطباء المساجد والأئمة وحملة القرآن كل هذا والخليفة حي يشاهد وأنا لا أتخيل كما الألم والندم والخزي والرعب الذي كان يشعر به الخليفة ولا شك أن أداء الخليفة في إدارته للبلاد كان سيختلف جذرية لو أنه تخيل ولولا لحظات أن العاقبة ستكون بهذه الصورة ولكن لن تعود الأيام للوراء ثم إن الخليفة رأى أنه لا يتعامل تعاملا وديا مع ابن العلقمي الوزير الخائن وأدرك بوضوح العلاقة بينهما وانكشفت أمامه الحقائق بكاملها وعلم النتائج المترتبة على توسيد الأمر لغير أهله ولكن كل هذه الاكتشافات كانت متأخرة جدا وبهذا سقطت كافة أركان بغداد وسيبدأ هذا الجيش جيش التتار في استباحة بغداد والقضاء عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته